الاهلي وماتشو وتأهلوا ده كان شيء طبيعي نتيجة الماتشين ونتيجة كمان ضعف الفريق الاخر وقوة الحقيقة لنادي الاهلي الاقوى من وجهة نظري في افريقيا واللي عنده امور كتير جدا في الفتر اللي جاية ومبارات كتير جدا في البطولات الافريقية لانه مشارك في دور السوبر افريقي ومشارك في دور الابطال ومشارك في الدور المصري وعنده كاس مصر هيبقى يوم الاربع القادم امام امبي ثم الدور الممتاز ثم بقى هيروح للدور السوبر الافريقي يوم عشرين وده برضو يعني دوري قوي بدايته هتكون امام سيمبا يوم عشرين والصفر يوم 18 في طيارة خاصة والحقيقة هنا هقف هنا في نقطة معينة قبل برضو ما ارجع لنادي الزمالك وقوة النادي الاهلي الحقيقة لازم انا يعني ليه الفخر ان انا بقيت في النادي الكبير ده وقوته الحقيقة في افريقيا ان نجاح دور السوبر هو مشروط بتواجد النادي الاهلي الحقيقة اه فيه 8 فرق على اعلى مستوى واسميهم هم يعني طبعا من خلال الترتيب والتصنيف هم حطوا الفرق دي ان هم بقيت متواجدين لكن هو النادي الاهلي هو الاقوى الاقوى تصنيفا الاقوى سمعة في كرة القدم الافريقية والعالمية الاقوى في كل شيء فوجود النادي الاهلي في مفاوضاته في الانتقالات الخاصة بالعبية سببها بطيارة خاصة وده طبعا مسؤول عنه الشركة الرعية هي الشركة ايطالية اعتقد يعني وبالتالي قوته في التفاوض بناء على قوته كبطل افريقيا كالنادي الاكثر تسويقا في افريقيا لأي بطولة ممكن تستحدث فيه من الاتحاد الافريقي طبعا بطولة الدورة السوبر هي بطولة مستحدثة وبالتالي تواجد النادي الاهلي ده شيء اساسي هينجح البطولة دي فعنده نقطة التغارير خاصة والانتقالات والفلوس والمقابل المادي وامور كتير قدر النادي الاهلي اتفاول بشكل جيد بالاخص طبعا لللاعبيه المتواجدين مع منتخبات بلادهم زي معلول زي ديانج معلول مثلا عنده مباراة تونس مع منتخب تونس في التوقيت بتاع مباراة سيمبا التنزاني هيلعبوا في اليابان فمين اللي هجيب معلول من اليابان فكان فيه اتفاقات ان الشرك الرائعي هلها تتحمل المصاريف الخاصة بانتقالات معلول الى تنزانيا طبعا سيمبا في الوقت ده طبعا فريقه هيسافر بالكامل بطورة خاصة لكن اللعيبة اللي موجودين في منتخب بلادهم هيكون هيجل وحدهم ولا هتحمل ده الشرك الرائعي ده شيء قوي وشيء النادي الاهلي بيتفاوض عليه بقوة لانه هو عارف قوته وقدرته داخل القارة افريقية بالتالي ده برضو نقطة مهمة النادي الاهلي بيتعامل معها مع البطوات الجديدة وقوته كفريق ليه سمعة وليه امور تسوقية مختلفة عن اي فريق الحقيق هل بالكم برضو في حاجات بتحصل فيه دول السوبر افريقي يعني النادي الاهلي لو كيسب سيمبا من المتوقع ان هو يلعب بيترو اتليتكو او سانداونز الكسبان من الاتنين لكن سمعنا خبر من يومين ان سانداونز المسؤولين عن البطولة المحلية يقولك لا احتمالية كبيرة ان هو ما يشاركش او يشارك بالصف التاني نتيجة الارتباطات الخاصة بسانداونز ده برضو جزء خاص به البطولة دي ده لو حصل يعني هتفتقد البطولة برضو جزء من المتعة في كرة القدم لان سانداونز تعارفين من الفرق الحلوة في كرة القدم انت استمتع بيها يعني حتى لما الاهلي هيلعبوا بكامل قوته دي هيبقى شيء حلوة تبقى منفسها قوي ده بخصوص الاهلي